اشتركوا في القناة التي تناولها المؤرخون ولم يفلحوا في تقديمها طبعا قد يتصور البعض بأن ثورة الحسين عليه السلام قد غطت من كل جوانبها على العكس يعني 90% من المصادر ثورة الطف أخذت من أبي مخدر وهذا رجل قد يكون شاهد هنا سمع هنا قد يكون فاتت أشياء كثيرة هذا جانب جانب ثاني بأنه ذلك تعتيما أمويا حصل على هذه الثورة وعلى هذه الواقع مثلا يعني مثلا من أشياء أنه مصادر تتحدث أنه الحسين عندما عليه السلام عندما خرج من المدينة إلى كربلاء استصحب معه ثمانية من زوجات الإمام علي عليه السلام تصور ثمانية من زوجات الإمام علي عليه السلام أخذهم إياه أولا ذكروا ثلاثا من نساء الإمام علي واحدة تزوجت واثنين بقت في انتقلت إلى مكان وواحدة توفت يعني ذكروا أسماء لزوجات الإمام علي عليه السلام ولكن لم يكون هنا في الحياة أو في ذلك المكان ومصادر معتبرة مصادر تاريخية معتبرة لكن عندما تبحث في التاريخ تجدوا أن الثعلبية مثلا وعيرها وعيرها تجدوا أن بعض منهم زوجا حتى واحدة من زوجات الإمام علي عليه السلام قال لها الإمام علي قالها لو حصل لي شيء فتزوجي من بعدي فلان لأن معاوية سيفعل كل ما يمكن كي يتزوجك لأسباب في نفسه المريضة طبعا وذلك عندما استشهد الإمام علي تزوجت بعد فترة بطلب الإمام علي السلام فشلون جتويل حسين والإمام علي استشهد أربعين هجرية ونحن الآن واحد وستين هجرية يعني عشرين سنة فذلك هذه واحدة من الأشياء التي واحدة أيضا متوفات ثم هي محاولة للإساءة أيضا أنه الحسين أخذ معه زوجات أبيه الثمانية يعني كيف تكون زوجات أمام علي أولا هو الإمام علي عليه السلام أربع ولكن بعض منهن كنا جواري يعني حال حل كل هذا وهو شيء هذا موجود في الإسلام إنه الزواج والطلاق وعينها وذلك كيف استصحب معه ثمانية من نساء أبيه هذا تلقي عدوان استصحب معه ثمانية من نساء أبيه واحد واحدة من الإساءات واحدة من الطرهات التي يفعلها البعض يعني لذلك هناك أشياء كثيرة أيضا هناك أحداث أنا طبعا دائما أقولها حتى في فضائيات كثيرة قد يعني أنا أتطرق لثورة الحسين عليه السلام منذ بالضبط 35 سنة وفي كل سنة بعض السنوات أقدم في سبعة فضائيات سبعة برامج في آن واحد ولكن أبدا لا أقول كلمة في هذا البرنامج وهذا يؤكد ومنذ 35 سنة إذن كم هي ثورة الحسين عظيبة وكم هي ثورة الحسين مغدورة وكم هي ثورة الحسين مخفية الآن سأقول لكم معلومة في غاية الأهمية وقد يستغر البعض المعقول معقولة نحن ما نعرف هذه المعلومة الدقيق المهمة 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 جدا عن الإمام الحسين وزوجاته ولكنها معلومة يذكرها الكثير يعني في ثنايا في ثنايا الكتب أو في إشارات تؤكد هذه المعلومة المعلومة هي أنه الإمام الحسين عندما استشهد كان قد استصحب بعض اثنين من زوجاته والباقي يعني جوالهن زوجاته يعني الرباب واحدة منهم الرباب طبعا حتى الرباب بتأمر القيس البعض يقولون أن الرباب هي ليست أم رقية البعض يقول هي أم رقية وأم عبد الله الرضيع وأم السجاد مصادر تقول لا الرباب هي أم السجاد وأم عبد الله الرضيع البعض يضيف أنه رقية أيضا بنت الرباب مصادر تقول لا ليس بنت الرباب يعني تلاحظ حتى في هذه هناك اختلافات كثيرة ولكن العلاقة الإمام الحسين عليه السلام بالرباب كانت علاقة خاصة حتى أقول دائما هذا القصيدة يعني لا مسكنا يعني قصيدة لا أحفظ الإمام الحسين بيتا يعني لا أحب بيت ليس فيه سكينة والرباب أولا هي سكينة وليست سكينة هي سكينة يعني تسكن إليها النفس يعني هي سكينة وليست سكينة هي سكينة وبالتالي هي سكينة بنت الحسين وليست سكينة هي سكينة بنت الحسين عليه السلام لكن طبعا تعرفون العربية لم تكن تنقط في ذلك الزمان ولا ذلك بعد ذلك دخلت فيها التنقيط والحركات وبالتالي بدأ أن نعرف التسمية الحقيقية من أقرب الناس إلى قلبه كانت هي ربابة امرء القيس حتى في قضية زواجر الرباب من الإمام الحسين هناك تجد معلومات كثيرة وتجد حتى أساطير حقيقة أن الربابة كانت بنت امرء القيس وامرء القيس جاء إلى الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام في المدينة طبعا بعد الحجر فقاله أريد أن أسلم فقال اجلس استمع إلي لتعرف الإسلام ثم أن تقف الشهادة فقرأ فقرأ له الرسول ما هو الإسلام ما هو الإسلام منك وكيف تكون مسلما فقرأ الشهادة وخرج فكان الإمام علي يشيعه إلى الباب ويعرف أصله وحسبه ونسبه قال له أأنت علي قال بلى وطبعا هنا أشوف المعلومات تأتي غير دقيقة بعض الحيان في زمن الرسول الحسين مولود أربعة هجرية الرسول توفى عشرة هجرية يعني هذه الحادثة الحسين عمر ثلاثة سنوات أو أربعة سنوات الحادثة تقول بأن الإمام علي قال أريد أن أنكح من بناتك فقال أنكحك فلان وأنكح الحسن فلان وأنكح الحسين فلان هذه معلومة شائعة لكن الحسين كم كان عمره عندما كان مصادق لا تقول لا هذه الحادثة حصرت مع الإمام علي فيما بعد عندما كان الحسين شابا وبالتالي مهما تكون الروايات لا تلاحظون حتى أكون خلط في الروايات يعني إذا كان في زمن الرسول الحسين كان طفلا فكيف الإمام علي عليه السلام يطلب أن يزوج الحسين هو عمره ثلاث سنوات أو أربعة سنوات والحسن عمره خمس ست سنوات أو أربعة سنوات هنالك عدم فهم للتاريخ وهنالك حتى مصادر تقول وها هو ابن الحسين الحسن والحسين من شبابنا وهذا أريد أن يزوجهم وأريد أن ينكحوا هما بناتك زي أريد أن يزوج أريد أن يزوج فزوج الحسن وزوج الحسين وأيضا زوج أعطى وحيدة للإمام علي عليه السلام ولذلك الرباب كانت مقربة جدا إلى قلب الحسين وستعرفون هذا الحب الذي كان ما بين الإمام الحسين عليه السلام وما بين الرباب ماذا سيولد ماذا سيؤجج طبعا عندما نقلت السبايا بعدما حدث الطف نقلوا إلى دمشق وبع ذلك بعد حدثة الحديثة التي حصل ما بين زينب عليه السلام فعادوا إلى المدينة ومعهم الرؤوس ولكن طبعا زينب الحوراء والسجاد قالوا فلنعرج على كربلة لنضع الرؤوس على الأجساد كانت معهم الرباب لأن الرباب كانت مع الإمام الحسين وقتل ابنها الرضيع عبد الله هي أم الرضيع هذه لا اختلاف عليها ولكن هل هي أم رقية لا أحد يقول أنها أم رقية يقولون هي أم عبد الله وأم السجاد هذه متفق عليها ولذلك عندما عادوا إلى كربلاء وبقوا حوالي أسبوع كامل سنتحدث عن هذا هي أول مأتم حصل طبعا حتى هذه يشككون بها هذه مسألة مهمة جدا يشككون بأنه عودة الرؤوس إشلون الرؤوس أخذوها أربعين يوم ودوها اليزيد وما خاسد وما هذا وإشلون بعد رجعوها أخوان جابر الأنصاري يقول وهي حادثة أخرى يقول أنا جئت بعد استشهاد الإمام الحسين بأربعين يوما فمرت إلى إلى قبره فوجدت نسوة يبكين فقيلهن زوجات وأخوات الحسين فواسيتهن وجلست معهن هذا جابر الأنصار يعني هذه الحادثة معروفة وأيضا حادثة إن أهل الكوفة التفوا حول الحوراء زينب ونساء الإمام الحسين وأبنائه وأحتفلوا بهم قدموهن ما يسمى بالهريسة والمادريش والهاية هذه حادثة أخرى كلها تؤكد فعندما عادوا وضعوا الرؤوس على الأجساد المهشمة طبعا والله وسأتحدث لهذا الموضوع عادوا إلى المدينة هنا يأتي الحدث المرعب عادت الرباب وسكينة عادوا إلى قبر الحسين طبعا مصادر كثيرة لا تؤيد مجيء سكينة مع الإمام الحسين لأن السجاد كان قد أوقفها فالرباب قالت لا فجاءت الرباب إلى قبر الإمام الحسين وظلت نائمة على قبره سنة كاملة لا يحجبها عن الشمس شيء سوى ذلك البرق سنة كاملة بحرها وصيفها وخريفها وبردها الرباب زوجة الإمام الحسين بقت على القبر سنة كاملة تبكي على الإمام الحسين وأهل بعض العربان يأتون لها بالطعام وهي لا يس لها بيت ولا تتوكى على قبر الإمام الحسين وظلت سنة كاملة تبكي حتى توفت بعد ذلك هذه الحادثة هو بكاء ووفاء الرباب على الإمام الحسين هذه لا حدية كرة ولكن كل مصادر تشير أنه الرباب عادت لمدة سنة كاملة ويحكي أيضا جاب الأنصار يقول مررت مرة أخرى لم أرى عليه ويحكون بعض الكثير من الصحاب وأحداث كثيرة وجدنا امرأة تتوشح السواد إلى قبر الحسين تبكي وقلنا من هذه قالوا هذه الرباب القيس هذه بت الحسب والنسب وزوجة الإمام الحسين تبكي زوجها وترى سنة كاملة بقت منكبة على وجهها على قبر الإمام الحسين وماتت وهي ليست كبيرة طبعا ليست كبيرة هي أربعينية وقل حتى هذه واحدة من وفاء وحب والتساق وعشق واحدة من زوجات الحسين عليه السلام هي الرباب هذه الحادث تركت المدينة وتركت كل النعيم وجاءت لا ترتاح روحها إلا مع حبيبها الإمام الحسين عليه السلام فماتت إلى جوال قبره وذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر